السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد قناة اليوم الحصة تاعنا وين غردي نتكلموا على النهار اللي قلت لكم بلين نجيبوا الفيديو وخاصة النهار اللي هذا كسمه هذا خير الدين زاد شي وين طرد محرز وفي غولي وفيها قديورة وفيها قديورة وفيها بن طالب وين طردهم وشنا كيفاش قناة النهار ما كان عندها الحصرية قناة النهار تدخل للشورق تشبهم داني قناة النهار تدخل للبيلات تشبهم داني قناة النهار كان عندهم الحصرية قايدوا من عندها حاجة اللي تخرج كانت الدولة ديرك تمدل قناة النهار كانت هي الرسمي اليتيمة كانوا بسمينها اليتيمة قناة الأرضية ما كان عندها رأينا نشوفه رامي عاودي يولوها خص صحافي نيبروان هذك اللي مسمي روحه رقم واحد في الجزائر ديرك تلقى القاهوة اللي قابل ماضي ودار معاه لانترويون هاليجان هالحد عاونا نشوفه شوية رأيت ولي عزم الحذر والحيطة ناس عميولوهم شوية عزم الحذر والحيطة منه هذا الناس يطيرون الجزائر لم يتعلمهم شوية عاود يطيرون اعاود والله أشوفه لهم من الأولى فهو صحيح من الأولى when��이 مستثلت لأنه قامت لغلطها نستهل احنا قامنا بغلطتها غلطتنا وغلطتنا وغلطتنا فما يشوفه غلطت مختلفة وهذا مقلي الكفنة يقول لهم ميسيو جوجل العظيم ماذا ميسيو جوجل العظيم ؟ انتك كنت تتفنن في تحطيم الفارق الوطني الجزائري وكيف كنت تتعاير فيهم كيف كنت تتعاير فيهم كنت تقول لهم باللي على محرز قلت لهم عندنا الوفات كيمان تايا تشوف ماذا اليوم ميسيو جوجل العظيم ؟ قلت لهم في 2019 من اربحنا و جينا لجائة الجزائر من مصر في الليل في السبت في الليل انت شا يقول قلت لهم ميسيو جوجل العظيم هذا اقول لهم ميسيو جوجل العظيم ماذا يخرج لك ؟ اسمعوا اذا اثورة المنتخبية الوطنية هذه القناة النهار كانت على ساع الحصري قدامنا يسرا وصوالح قالت كما قالت القناة الحصري قناة النهار باللي غادي يطرد محرز وطرد صح سمعوا شو سمعوا طلقت رسميا والكاريز يبعد خانسة ازمار حصلوا في اي كاريز كما سبق لتيليزيون النهار وان انفرد بها بعد لقاء زامبيا وفي مقدمتهم رياض محرز في سيناريو يعيد الى الافهان سيناريو ثورة حليلوزيج شهد جابوا ثورة حالي زاعد تكتل الحق يوقير من الوقت نسبة لقناة ماذا تخبرنا وبسيارار الزاجي نخبرنا فترى ماذا تخبر من الوقت ومن بعد مقدمتهم دولي جابوا يتخبر الكاريز والكاريز كان يتجان وكان يتجانبه القائمة كما نقول الكاريز غير تكون القائمة القائمة كان يديرها حاكم الدان هو رئيس الاتحادية كان يديرها قائمة عن المحليين كانوا يديرها قال لك مناظوله قال له مش حق هو ليطرد اللعابة ولا هو يجيب اللعابة جابوا الكاراس قالوا كل ما خالص قالوا 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 بلي أنا ليطرد التفاصيل في هذا التقريب كامل مهون ثورة المنتخب سمعوا كيفاش كان يحطم سمعوا 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 لا أحدا فنفا المنتخب وبدونكم قادرون على إعادة براءة هذا كامل مفارق وطاني هذا كلمة يستاذج يلعب الفارق هذا الصحاف يسمى هذا الصحاف يسا يهدر سمعوا هذا هذا تركو ما يعسروش الله يردالي هذا 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 عادل طارق هذا عادل طارق اللي راح مرسل في الفيفا برك هذا مكان هذا اللي يهدر قالوا هذا كامل مفارق وطاني ثورة الكرز داخل بيت الخضر تعيد إلى الأذهان سيناريو قدوم حليل زيتي للخضر والذي قام بثورة قادة الخضر إلى القمة على أمل تكرار السيناريو خاصة بعد أن عاث هؤلاء المبعدون وآخرون في المنتخب اختطفا له بتراجع غير مفهوم في المستوى فالمنتخب من كل جميع وهناك العديد من الأسناء المتعطشة لإعادة بلد دعم محلي ما لكي بدأت إلى بحرين آه الوحق السبعوتشو السبعوتشو هذا الصحابي السبعوتشو آه بتيكول على لباكم آه آه هذا هذا أخذ دفي قناة النهار هذا آه 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 كل يقبل بللي هذا كامل مقلي قال لهم كان إبعادات كانوا مطلب جاما هيري شكل يطلب بللي محرز يتحاوز ومحرز كان أحسن لعاب إفريقي أحسن لعاب في إنجليز ودي الشمبيونة في إنجليز قال لك مطلب جاما هيري اسمع هذا الصحافي هذا الصحافي يقال لهم هذا الصحافي يخدم في الأرمسي جزائري بسع يخدم في الأرمسي هذا اللي يقال لهم راحوا جابوا بالناصر بالناصر من الراديف وخلاوا لعاب لوكوا بالناصر شتاقا ليدير بسعبن سمعوا وخلاوا لديهم المئيئين بسعبن وليس يجب أن نحضر هذا الصحافي وكما يقول لكم الحمد لله يكشفون فيهم في الفيسبوك ينشط هنا شط يعاير في الوازير يعاير مننا البارح والنامس نهار الثنين قالوا من الوازير كيفا ما جاش للعابة وما يبغيش محرق ما يبغيش بالماضي بالعان يديروا واحد الخلاط الوازير راح عندهم البارح لقاهم لقا جامب الماضي ووازير لقا جامب الماضي شجعوا وصلوا رسالة بل الدولة راهي معاك الناس راهم معاك الشعب راهم معاك الناس قا راهم معاك صحي انتا قعد على غلاسك بالصح تاكن تتحطم في المنتخب الوطني من أجل مصلحة الشخصية تاعت شي من أجل مصلحة العامة مصلحة الشخصية تاعت قاعدت تتحطم في ليك ونزيدك واخداء أخرى تا الكوكايين أنا إن شاء الله بربي نتمنى 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 وقدر روطار وما مش معاك كيف هفرينا وما مش أنا عارفين اشترخ كاين موراكم أنا نقول باللي مفرنصة كاين ناس موراكم اللي راهم يدمروا فيكم الوازير نتمنى الوازير يفوت هذه القضية يعيث للطبيب يعيث منها تاعة الكوكايين اسمعوا تشو معنا اليوم لجنة طبية تعالفاف عندها فيديو لأكثر من عشرة لعبين في البطولة الوطنية داخل شقة لجنة طبية تعالفاف اسموا معنا ما ناش نزيد ولا ما ناش نكذبوا ألفاف عندها فيديو لأكثر من عشرة لعبين في البطولة تسمع تسمع اليوم لجنة الطبية عندها فيديو لأكثر من عشرة لاعبين في البطولة الوطنية داخل شقة بأعالي العاصمة يتناولون مدة الكوكاين يا رب العالية اي اي مذهمت قال روزتلا قدم هك خمس سنين قال روزتلا قدم هك خمس سنين اذا راي يهدر بالصورة والصوت على الكوكاينة اذا راي يهدر على الكوكاينة هذا النور مموت عيطول الروح لازم تخرجنا للفيديو الطبالي كانوا في ذاك الوقت اللي يهدث لازم يجو اي يهدر على الكوكاينة اي انا انا مذهمت قاد ينبيع هذول بورتاب ينبيع قعد الماتريال نشري فاس وبالاق والروح نعاون هاجوجوا ماجوج يخرجوا لازم نعاونوهم لازم ننقبو عليهم باش نخرجوهم اسمع تشو معنا اسمع 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 لماذا الامر تعلق فاق الطبي يشعر شي في الوزنة اليوم اليوم لجنة الطبية الافاف عندها فيديو لأكثر من عشرة لاعبين في البطولة الوطنية داخل شقة بأعالي العاصمة يتناولون مادة الكوكاين لماذا لي صغير ومعش يحضر غلط هل اتحادية لا اتحادية يدفع للشيشة تخضع هذه اللاعبين خادش ندارة الدعوة في الشيشة كان اللاعب لإسالة دراهم في المولودية في ذاك الوقت وين يدمروه يذهب للشيشة ثم يدقوها عند اللجنة الطبية تسابة تصبحوا بخير تصبحوا بخير